اتفاق الرياضي واجه اعتراضات من مكونات جنوبية وسط صمت لافت من جانب المكونات السياسية اليمنية الأخرى حيال هذا الاتفاق خمسة مكونات جنوبية هي مجلس الحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع ومرجعية حلف قبائل وادي حضرموت والإتلاف الوطني الجنوبي وتكتل الحراك السلمي المشارك في الحوار الوطني جميعها عبرت عن اعتراضها على آلية المشاورات التي حصلت القضية الجنوبية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الموالي للإمارات المكونات الخمسة طالبت في رسائل بعثتها للرئيس عبد الربو منصر هادي بإشراكها في أي حوارات تفضي إلى حلل سياسية تتعلق بالجنوب ورفضت بشدة أن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي المكون الحصري للجنوب لأن تمثيل القضية الجنوبية من وجهة نظرها لا يمكن أن ينفرد به فصيل أو مكون مع وجود طيف متعدد وعريض في الساحة الجنوبية يأتي ذلك فيما ينظر المجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض باعتباره خطوة استراتيجية على طريق تحقيق مشروع المجلس وأهدافه المتمثلة في التحرير والاستقلال المجلس وفي بلاغ صحفي صدر عن المتحدث الرسمي باسمه نزرهايثم كشف عن نيته الاحتفاظ بقطاعاته العسكرية والأمنية على عكس ما يتضمنه اتفاق الرياض وذلك في معرض تأكيده استمرار هذه القطاعات في محاربة الميليشيات الحوثية والتنظيمات والجماعة الإرهابية ضمن جهود واستراتيجية التحالف العربي بقيادة المملكة من جهتها لازمت المكونات السياسية اليمنية الأخرى حتى الآن الصمت حيال هذا الاتفاق الذي يوعد إلى الأدهان الحالة ذاتها من المكافأة السياسية للإنقلابيين والمتمردين والتي سبق وأن أخرجت السلطة الشرعية من صنعاء كما أخرجتها من عدن إقليمياً جاء أول ترحيب بالاتفاق من الإمارات في تغريدة لوزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش واصف فيها المساعي السعودية للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني بالتاريخية وبأن اليمن مقبل على مرحلة جديدة لكنه رهن نجاحها بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف إشارة ذات دلالة على طبيعة الصعوبات التي تنتظر تطبيق اتفاق صمم خصيصاً لتكريس مأزق اليمن على صعيد الحرب والسلام والوحدة